السلام عليكم اليوم راح اشرح لكم موضوع بال ECG اللي هو Left Ventricular Hypertrophy وشنو ممكن تصير التغييرات بال ECG شنو هو Left Ventricular Hypertrophy Left Ventricular Hypertrophy هو تضخم في Left Ventricle والثمان عفر الغالب يتكون من Right Ventricle وال Left Ventricle Left Atrium و Right Atrium وطبعا بيناتهم المترال والترايكو سبيد والفالف فلما يتضخم عندنا Left Ventricular راح تصير تغييرات وراح نشوفها طبعا هنا رسم توضيحي ليش يصير عندنا التضخم اي شي يؤدي الى زيادة الضغط او زيادة الضغط على Left Ventricular او السترين يزداد على Left Ventricular راح يؤدي الى تضخم بالLeft Ventricular ليش تضخم Left Ventricular راح يحاول يتضخم على موجه واكب التغير بالضغط حتى يقدر يدفع الدم مرة ثانية للأبهر فالحالات التي تزيد الضغط على Left Ventricular وتؤدي الى التضخم مثل عندنا حالة الأورتيك استينوسيس او تضيق في الأورتيك ضارف او الصمام الأبهري هذا التضيق راح يؤدي الى زيادة في الضغط على القلب حتى يقدر يدفع الدم من خلال هذا الصمام وبالتالي راح تزداد الكتلة العضلية حتى يقوم القلب بهذا العمل اضافة الى ممكن الهايبرتنشن وطبعا ايضا الهايبرتنشن راح يزيد الضغط ونفس الحالة راح تصير ايضا غيرها من الأسباب اللي تزيد الضغط على Left Ventricular وتؤدي الى تضخمة طبعا في حالة تضخم Left Ventricular راح تؤدي الى زيادة الكتلة العضلية في البطين الأيسر وبالتالي كمية الكهرباء الجاية للبطين الأيسر لازم تكون أكثر حتى تواكب كمية العضلات وبالتالي راح الجاية اليوسر تحتاج كهرباء أكثر فبالتالي راح ش راح يصير عندنا طبعا احنا نعرف الـ Access ما للقلب أو محور سير القلب سير الكهرباء في القلب بهذا الشكل يكون نوعا ما ما يلي اليسار لان دائما اليسار هو أكبر من اليمين وبالتالي كمية الكهرباء أكثر رايحة اليسار لكن في هذه الحالة كمية أكثر راح تروح من الكهرباء أو من الكهرباء اللي جاي بالقلب نحو اليسار فشون ممكن هذي تؤدي إلينا راح أرجعكم لموضوع أصلا شرحته في فيديو سابق اللي هو الـ Negative والPositive Deflection فراح أمثله بلاعب كرة قدم وطبعا هذي كرة وعدنا كاميرتين تصور الحدث اللي هي طبعا تمثل هنا الليدات هذه الليدات اللي محيطة بالقلب فلما اللاعب كرة القدم يركل الكرة فالكرة راح تبتعد عن أحد الكاميرات وراح تقترب نحو الكاميرا الثانية فلما تبتعد عن هذه الكاميرا راح تسبب ظهور موجة سالبة أو نسميه Negative Deflection ولما تقترب من هذه الكاميرا راح نشوف ظهور Positive Deflection أو موجة موجبة مقارنة بـ ISO الكترك line راح تكون بهذا الشكل طبعا هذي الموجبة وهذي السالبة طبعا الليدات اللي نحتاجها هي كل الليدات أغلبها راح يظهر بيها تغيرات طبعا هذه الـ Inferior Lead أكثر تنظر للـ Right Ventricular الليد الأول والثاني ينظرون لمنطقة السيبتم والليد الخامس والسادس ينظرون مباشرة إلى Lift Ventricle أو يسموهم Lateral Lead فشنو ممكن راح نشوف تغيرات ممكن تحصل في القلب التغيرات اللي ممكن تحصل مثل ما تلاحظون أن الكهرباء أكثر تتميل نحو الجهة اليسرى أي الكهرباء تكون مبتعدة عن الجهة اليمنى فراح شنشوف الليدات هذه لنفرق تتصور فالكهرباء مبتعدة فهنا راح نشوف أنه طبعا هذه الـ P wave اللي وراها عندنا R هنا طبعا wave وراها S wave راح نشوف الـ S wave تكون عميقة طبعا هي موجودة في الحالة الطبيعية بهذا الطريقة لكن لأنه الكهرباء بشكل أكثر راحة للجهة اليسرى راح نشوف زيادة في حجم الـ S wave هذه بياليدات الـ V1 والـ V2 طيب بش راح نشوف بالنسبة للـ V5 و V6 هناك الكهرباء تتجه باتجاهها بالتالي كمية أكثر من الكهرباء ما تتجهها نحو V5 و V6 اللي هي ذا تصور فراح نشوف زيادة في الـ R wave ليش؟ لأن الـ R wave هي تمثل حالة الانقباض أو اللي تحصل بالـ فراح نشوف زيادة في الـ R wave في حالة الـ طبعا بياليدات هناك الـ V5 والـ V6 فهذا افتهمتوا الفكرة طبعا كيف ممكن نحسبها أو ويش قد ممكن نحسب الزيادة حتى نعتبرها حالة هايبرتروفي وراح نمسح هذه طبعا عدة طرق لحساب الحالة فهذا انتوا افتهمتوا انه راح نشوف هنانا زيادة في الـ R wave وهنانا راح نشوف طبعا في V5 و V6 هنا راح نشوف زيادة في الـ S wave هنا نشوف زيادة في الـ S wave الـ V1 و V2 فش ممكن نعتبرها وكيف ممكن نحسبها عندنا هنانا الشغلة اسمها Voltaj Criteria أو معايير الفولتية طبعا هناك عدة طرق طرق كثيرة لحساب الـ Hypertrophy لكن انا اخترت اسهل طريقة وهي اكثر شائعة اسمها Scalof Lion Criteria شغلة بسيطة شغلة بسيطة ناخذ الـ S wave أو نحسب الـ S wave بالـ V1 S wave وين بالـ V1 V1 طبعا كيف نحسبها نحسبها بالملي ميتر نحسبها بالملي ميتر طبعا لازم تعرفوا انه كل مربع صغير يمثلنا واحد ملي ميتر فنحسبها بالملي ميتر زائد اعمق او اسف اكبر R wave موجودة سواء بالـ V5 او V6 اللي نفرض انه كانت الـ R wave بالـ V6 هي الاكبر نختارها او نفرض انه كانت الـ R wave هي الاكبر بالـ V5 او V5 راح نختار الـ R wave اكبر R wave زائد اكبر او highest R wave وين بـ اما V5 او V6 اما ايضا نحسبها بالملي ميتر لازم مجموعهم لازم يكون اذا طبعا طبيعي يكون اقل من 35 ملي ميتر اذا كان اكبر من 35 ملي ميتر حسبناها وطلعت اكبر من 35 ملي ميتر في هذه الحالة ممكن يكون عدنا Hyper طبعا تلاحظون قلت لكم ممكن يكون عدنا Hyper لان ايضا عدنا كريتيريا ثانية اسمها Non-Voltage Criteria وخير سراح اكتبها لازم تتوفر Voltage Criteria وNon-Voltage Criteria حتى نعتبر ان المسألة موثقة انه عدنا Hyper Trophy فهذه مهمة فالمفروض لازم شنو نكون ففي حالة Hyper Trophy جد راح يكون عدنا اكبر من 35 ملي ميتر لنمط مثال طبعا نفرض عدنا حسبنا R-Wave في ورقة ECG حسبنا R-Wave لقيناها 27 ملي 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 مربع صغير فراح نكتب 27 هنا طبعا خلي اكتب هالطريقة 27 زائدا S-Wave حسبناها لقيناها مثلا 20 ملي ميتر في V1 في V1 فراح يصبح 20 زائدا 27 راح يطلع عن 47 ملي ملي ميتر او 47 مربع صغير وبالتالي هذه نكتب نعتبرها حالة Hyper Trophy طيب هذا بالنسبة للVoltage Criteria لدينا Non-Voltage Criteria Non-Voltage Criteria ممكن نشوف بها ممكن نشوف حالة اسمها Lift Atrial Enlargement او تضخم Lift Atrium ليش يصير عندنا تضخم Lift Atrium لانه لما يزداد الضغط في Lift Ventricle راح يؤدي الى زيادة الضغط في Lift Atrium بالتالي راح يؤدي الى تضخم Lift Atrium ويسبب ان Lift Atrial Enlargement اكثر نحو اليسار او انحراف محور الكهرباء بالقلب نحو اليسار بشكل اكثر وبالتالي راح نشوف زيادة في الموجات بالليد الاول او زيادة بالموجات الموجات بالليد الاول والليد AVL وممكن نشوف موجات سالبة بالليد AVF والثري طبعا عندها كرايتيريات وهاية حتى نعرفها موجود ايضا فيديو عليه في الصفحة فما راح اطول اشرحها ايضا ممكن نشوفها من خلال ECG Lift Access Deviation اضافة الى مرات نشوف ST Elevation وين BL V1 و V2 و V3 ممكن نشوف ST Elevation وحالة ايضا زيادة في سعة الموجة او الامبراتيود او بالQRS فهذه كرايتيريات ممكن تستفاد من عندها حتى تشخص يعني عندك Voltage Criteria و Non-Voltage Criteria تأخذهم اثنيناتهم تشوف تحاول تلقى Voltage Criteria وتحاول تلقى ايضا هذه حتى تشخص بشكل افضل وشكل ادق Left Ventricular Hyper Trophy ان شاء الله الRide Ventricular اشرحها بفيديو اخر شكرا للمشاهدة واذا عجبك الفيديو فحط like وشير شكرا جزيلا السلام عليكم اشتركوا في القناة